بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الله ما صلي على سيدنا محمد في الأولين وصلي على سيدنا محمد في الآخرين أما بعد نستكمل سويا مدارسة بقية السمعيات وبه يكون ختام الكتاب إن شاء الله تعالى وكنا وقفنا عند قول الشيخ وكذا الصراط حق وكذا الصراط حق حق يعني ثابت وردت به الأخبار الثابتة مع إمكانه عقلا بإذن حقية الصراط وثبوته جاء من أدلة العقول والمنقول فدليل العقل هو الإمكان العقلي ودليل النقل هو الثبوت الثبوت الخبري ومن الأخبار التي جاءت في حقه ما رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وأيضا مما ورد في صحيح البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم قلنا يا رسول الله وما الجسر أو الجسر قال مضحدة مزلة عليها خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيقاء تكون بنجد يقال لها السعدان المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا حتى يمر آخرهم يسحب سحبا إذن هذه الأحاديث جميعا تدل على وجود هذا الجسر الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه وترسل الأمانة والرحم فتقومان جانبك الصراط يمينا وشمالا ويمر أولكم كالبرق قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق قال أولم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوش في الناش إذن من مجموع هذه الأحاديث نفهم بوجود هذا الأمر الغيبي الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي هو جسر ممدود فوق جهنم يعني هو جسر والنار تحته فمن مر سلم من النار ومن وقع وقع في النار أعاذنا الله وإياكم من ذلك وهذا الجسر يا أيها الإخوة جسر حقيقي أثبته أهل السنة على حقيقته لماذا أثبته أهل السنة على حقيقته لأنه كما قلنا قبل ذلك القاعدة عند أهل السنة هي أن ظواهر الكتاب والسنة تحمل على حقائقها تحمل على حقائقها ولا يجوز تأويلها إلا إن استحال الظاهر هذا هو الأصل إذن الصراط حق قال وهو جسر ممدود على مثن جهنم تمر عليه الخلائق فيجوزه أهل الجنة يعني من كتب الله له الجنة يمر من فوقه ومن كتب الله له النار تزل به أقدام أهل النار وكما فهمنا من الأحاديث فبعض الناس يمر كالبر يعني يعني أنظروا البرق كيف هو سريع فبعض الناس مروره كالصراط كالبرق يعني في لمحة بصر وبعضهم كالريح وبعضهم كالخيل المسرعة وبعضهم من يحبو عليه وكل ذلك بحسب الأعمال ومنهم من يمر لكن مروره يكون بعد خدوش يعني بعد جروح في جسده لأن الأحاديث أيضا تدل على وجود الكلاليب الكلاليب هي خطافات يعني أشياء تأخذ تجر الناس إلى الأسفل وهي مأمورة بهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مأمورة بأخذ من أمرت به إذن هي مأمورة بأخذ من أمرت به هذا الصراط هذا الصراط ورد أيضا أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف هنا الاختبار أنه دقيق للغاية ولأنه دقيق للغاية فالمعتزلة المعتزلة أنكرت ثبوت الصراط بهذا الوصف قالوا لأنه لا يمكن السير عليه على هذه الصفة إذا كان أدق من الشعر وأحد من السيف فلا يمكن المرور عليه على هذه الصفة ولو أمكن المرور عليه ففيه تعذيب للمؤمنين الصالحين ثم الأمر بالسير عليه تكليف والآخرة ليست بدار تكليف فما هو الصراط إذن يا أيها الإخوة المعتزلة قالوا الصراط هو عبارة عن طريق بين الجنة والنار يضيق على أهل النار ويتسع لأهل الجنة هكذا قالوا هكذا قالوا والرد عليهم كما قلنا بما قررناه من قاعدة فهم نصوص الكتاب والسنة وهي أولا الأصل أن تحمل الأخبار على ظاهرها ولا يجوز تأويلها إلا إلا لذليل ثم ما أتوا به من أدلة هي شبهات وليست أدلة لماذا لأن السير على الصراط بهذه الصفة ليس من المستحيلات العقلية لو كان من المستحيلات العقلية لأوله أهل السنة أيضا لكنه ليس من المستحيلات العقلية فالله قادر على أن يمكن عباده من هذا بحسب أعمالهم والسير على الصراط ليس بأعجب من السير على الماء وليس بأعجب من الطير في الهواء بل غايته مخالفة العادة مخالفة العادة وأهل السنة كما تعلمون يثبتون خرق العادات للأنبياء وغيرهم وأثبتا للأولياء رامة ومن نفاها فان بذن كلاما فإذن لا يوجد دليل عقلي يمنع من القول بالصراط على النحو الذي جاءت به الأخبار إذن هذا هو الصراط الذي أخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم ثم قال الشيط رحمه الله والجنة والنار مخلوقتان اليوم عندنا الجنة هي دار الثواب التي أعدها الله للمؤمنين والنار هي دار العقاب التي أعدها الله للكافرين وهما حق وردت بهما أيضا الأخبار يثبتهما أهل السنة لعين ما يثبتون له سائر السمعيات أولا الإمكان الخبري الإمكان العقلي ثانيا الثبوت الخبري الإمكان العقلي ثم الثبوت الخبري والأخبار في ذكر الجنة والنار كثيرة أنتم تعلمونها يعني لا نطيل بذكرها بل ورد التفاصيل في القرآن وفي السنة عن صفات الجنة وعن صفات وعن صفات النار طيب إذن فأهل الإسلام جميعا يثبتون الثواب والعقاب وأن هذا الثواب في دار اسمها الجنة وأن العقاب في دار اسمها النار هذا مهم لأنه لن تجد عند اليهود ولا عند النصارى هذا الأمر نعم يثبتون الثواب والعقاب لكن لا يثبتونهما في جنة ونار لاحظ هذا الأمر مهم يعني النصارى عندما يتحدثون عن الثواب والعقاب يتحدثون عن دخول الملكوت أو الخروج من الملكوت أمر هلامي غير مفهوم ما هو هذا هو الثواب دخول الملكوت أو الخروج من الملكوت التوراة عند اليهود لا ذكر فيها للجنة والنار إلا إشارات لا يفهم منها شيء والعقوبة دنيوية يعني العقوبة غالب العقوبات الموجودة في التوراة عقوبات دنيوية لذلك كان اليهود أكثر الناس مادية على هذه الأرض لأن ماديتهم دينية فإذن الجنة والنار بهذا المعنى الموجود عند المسلمين لن تجده عند أحد فإذن نحن نثبت دارا خلقها الله فيها أنواع النعيم اسمها الجنة ونثبت وجود دار أخرى اسمها النار فيها أنواع العذاب على نحو ما جاءت به النصوص أين المشكلة هنا المشكلة وقع الخلاف في أمرين وقع الخلاف بين المنتسبين للإسلام في أمرين الأمر الأول هل الجنة والنار موجودتان الآن ولا الله عز وجل سيخلقهما بعد ذلك هذا أمر أمر الثاني هل تفنى النار أو تفنى الجنة أو أنهما خالدتان وطبعا ليس معنى أن هناك خلاف أن حضرتك تولد المسألة خلافية فيجوز لي إذن أن أعتقد ما شئت لا نحن لا نتحدث في الفقه الآن لا نتحدث في الفقه العقائد يا أيها الإخوة المصيب فيها واحد الأصول المصيب فيها واحد وما عداه ضلال لا يجوز اعتقاده بخلاف الفروع بخلاف الفروع إما أن نقول الكل مصيب أو أن نقول المصيب واحد والباقي مغفور له أو المصيب واحد لا نعلمه أو يعلمه الله سبحانه وتعالى وبالتالي فالكل مأجور إذن في الفروع الكل مصيب أو المصيب واحد يمكننا العلم به أو المصيب واحد لا نعلمه يعلمه الله سبحانه وتعالى والكل في النهاية مأجور أما في الأصول فلا يقال أبدا فلا يقال أبدا بأن المصيب متعدد لذلك لم ينسب هذا القول لم ينسب هذا القول وهو الإصابة في الأصول لكل ناس إلا لرجل شاذ تقرؤون اسمه في كتب الأصول تقرؤون اسمه في كتب الأصول وتعلمون من هذا أيضا بطلان بطلان الدعوات القائلة بأن الأديان كلها صحيحة وأن يمكننا توحيد هذه الأديان ونحو ذلك من هذه الترهات طيب إذن الجنة والنار يقول بهما أهل الإسلام ولا يقول بهما على النحو الوارد في النصوص غيرنا على وجه الأرض ثم وقع الخلاف بين أهل الإسلام في أمور الأمر الأول وجود الجنة والنار الآن اختلف فيها أهل السنة مع من؟ مع المعتزلة مع المعتزلة أهل السنة قالوا الجنة والنار موجودتان الآن الجنة والنار موجودتان الآن موجودتان فين؟ موجودتان في مكان أراده الله سبحانه وتعالى الجنة في السماء جنة الآخرة في السماء والنار كما نفهم من النصوص في أسفل سافرين تحت الجنة فوق والنار ماذا؟ والنار تحت هل تحت؟ تحتنا؟ الله أعلم لكن هما موجودتان الآن طيب أهل السنة استدلوا على ذلك لأن الخلاف طبعاً بين أهل الإسلام أنفسهم فالحكم سيكون فهم النصوص استدلوا بأدلة المنقول التي تدل على هذا والتي منها قول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت أعدت للمتقين وقوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وقوله تعالى قلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى هذا على القول بأن الجنة التي كان فيها آدم هي جنة الآخرة لكن الذي يعني يقوله كثير من المفسرين أن آدم عليه السلام لم يكن في جنة الآخرة التي أعدها الله للمتقين بل كان في بستان من البساتين على الأرض لأن جنة الآخرة من دخلها لا يخرج منها والمسألة تجدونها في كتب في كتب التفسير المهم إنه الاستدلال بقوله فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك فهذا هذا محمول على قول من يقول إن آدم عليه السلام كان في الجنة التي أعدها الله المتقين المسألة أيضا خلافية بين المفسرين طيب إذن هذه الآيات يا أيها الإخوة تدل صراحة على وجود الجنة والنار الآن وعدت فعل ماضي مبني للمجهول طيب أيضا الصحابة رضي الله عنهم من الأدلة التي استدل بها أهل السنة أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرواحهم في أجواف طير صدر لها قناديل لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل تسرح لاحظ تسرح من الجنة حيث شاءت والحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه إذن تسرح من الجنة يدل على أن الجنة موجودة وأن من يموت شهيدا فروحه تسرح في الجنة كما جاء من الأدلة أيضا ما تعرفونه جميعا من رحلة الإسراء والمعراج والتي فيها رؤية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنة والنار وفيها أيضا تفاصيل كثيرة منها أنه صلى الله عليه وسلم رأى أو سمع صوت نعلي بلال في الجنة فقال له لقد سمعت لما يعني تحدث النبي صلى الله عليه وسلم معه بعد الرحلة قال له ماذا تفعل لقد سمعت صوتا عليك في الجنة فقال يا رسول الله لا أفعل شيئا غير أني كلما توضأت صليت ركعتين فإذن المشاهد التي رأاها النبي صلى الله عليه وسلم والنار كثيرة تدل على وجودهما الآن إذن الأخبار دلت على وجود الجنة والنار وأنهما موجودتان الآن طيب المعتزلة أيضا الشيخنا لم يقل خلافا للمعتزلة الحقيقة لازم نكون أيضا من أهل الإنصاف ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعديلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى هل المعتزلة جميعا قالوا إنه الجنة والنار ليستا بمخلوقتين الآن لا الحقيقة لا حقيقة لا لأنه المعتزلة إخوانا فرق كثيرة أيضا المشهور زي ما قلنا لحضراتكم قبل ذلك إن المعتزلة ينكرون عذاب القبر الحقيقة هذا الكلام يعني غير دقيق غالب المعتزلة يثبتون عذاب القبر كما قلنا قبل ذلك فإذن لازم الطالب العلم يكون دقيق حتى لا يظلم هؤلاء مسلمون لا يجوز أن نظلمهم طيب الحقيقة من الذي قال بأن الجنة النار ليست بمخلوقتين الآن الذي قال ذلك هو أبو هاشم الجبائي من المعتزل أبو هاشم الجبائي قال إنهما سيخلقاني في يوم الجزاء يعني غير موجودتين الآن طيب وإلى هذا مال القاضي عبدالجبار القاضي عبدالجبار صاحب كتاب الأصول الخمسة وصاحب المسوعة الكبيرة التي هي يعني عمدة من عمد المذهب المعتزلي المغني في أبواب التوحيد والعلم فهو يعني إذا أطلق حتى كلمة القاضي عند المعتزلة فيراد بها القاضي عبدالجبار فذهب هؤلاء إلى هذا مال إلى هذا القاضي عبدالجبار لكن القائل بهذا صراحة هو أبو هاشم الجبائي أما غيرهم من المعتزلة زي أبو علي الجبائي وأبو الحسين البصري وبشر بن المعتمر ومعتزلة بغداد وغيرهم وافقوا أهل السنة بل واستدلوا بنفس أدلة أهل أهل السنة طيب ما الذي جعل هؤلاء يقولون بأنهما ليست بمخلوقتين الآن ما الذي جعلهم يقولون ذلك قالوا إنها دار جزاء جنة والنار دار جزاء ولا جزاء في الدنيا وبالتالي وجود الجنة والنار الآن دون أن يكون فيهم أحد عبث تصوروا أن هذا عبث وبالتالي نزه الله سبحانه وتعالى عن العبث وقالوا يعني ليست موجودتين ليست موجودتين الآن لكن إذا دلت النصص على وجودهما فإذا هناك حكمة من وجودهما ولا شك ونحن نقول بأن الله إذا أراد أن يخلقهما فإن خلقه لهما الآن لا يخلو من حكمة وعدم علمنا بحكمة الله عز وجل في خلقهما لا يعني عدم وجودهما فعدم العلم ليس علما بالعدم طيب واستدلوا ببعض الآيات القرآنية التي رد رد عليها أهل السنة كما في استدلالهم بقوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين فقالوا تلك الدار الآخرة نجعلها نجعلها إذن ستجعل يعني هم فهموا من كلمة نجعلها يعني سنجعلها وطبعا في لغة العرب إنه نجعل ليست ممحضة للاستقبال بل قد تفيد الحال والاستمرار قد تفيد الحال والاستمرار فإذن هذا كلام بعض المعتزلة أو هذه شبهة بعض المعتزلة قال والجنة والنار مخلوقتان اليوم عندنا خلافا للمعتزلة لقوله تعالى للجنة أعدت للمتقين وللنار أعدت للكافرين ولا فناء لهما هذا هو الخلاف الثاني نقولنا أثبت أهل الإسلام الجنة والنار ووقع فيهما خلاف في وجودهما الآن وخلاف آخر في بقاء الجنة والنار أبدا من الذي خالف في هذه المسألة الذي خالف في بقاء الجنة والنار الجهمية الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان أهل السنة وسائر أهل الإسلام قالوا باقيتان أبدا لا فناء للجنة ولا فناء للنار وبهذا أتت الأدلة الصريحة الواضحة وإحنا يعني من الحاجات اللي إحنا حفظناها وإحنا صغيرين وما كانتش تخرج من أزهن خالدين فيها أبدا دي من الكلمات اللي بتثبت في أزهن الأطفال عندما يحفظون القرآن خالدين فيها أبدا إذن التصريح بالخلود واضح جدا وكثير في آيات القرآن بل في سنة النبي أيضا الحديث المشهور الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرأ إبونا وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه ثم ينادي يا أهل النار فيشرأ إبونا وينظرون فيقول وهل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت والحديث صحيح رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى إذن استدل أهل السنة على بقاء الجنة والنار وخلود الجنة والنار وخلود من فيهما بأدلة القرآن والسنة طيب من الذي خالف في الأبدية قلنا الجهمية ماذا قال الجهمية الجهمية قال الجنة والنار تفنيان ويفنى من فيهما وقال بعضهم الذي يفنى أهل النار فقط لم يقلوا يفنى أهل النار فقط ولكن النظام من المعتزلة قال قال تسكن حركات أهل النار يعني يصل أهل النار لمرحلة بعد أحقاب من العذاب إلى أن تسكن حركات أهل النار ويصلون إلى مرحلة أن تصبح النار هي مكان عيشهم الطبيعي فكأنهم يعني كأن النار تصير محلاً ليست محلاً للعذاب بل تتحول النار إلى عذوبة يعني النار يا أخوانا التي ترونها فيها بكتيريا وفيها جراسيم نارية تعيش فيها يعني هذه بيئتها التي تعيش فيها فبعضهم تصور هذا في أهل النار وتصور ارتفاع العذاب عن أهل النار بهذه الطريقة طيب إذن الجهمية قالوا الجنة والنار تفنياني وإذا فنيت الجنة فني أهلها وإذا فنيت النار فني أهلها ما الذي أوقعهم في هذا المأزق لماذا قالوا هذا الكلام قالوا هذا الكلام مستدلين بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه وأيضا استدلوا بالآيات المشهورة في سورة هود التي علق الله عز وجل فيها الخلود على المشيئة في قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك فعلقها على ماذا؟ فعلقها على المشيئة طيب أهل السنة طبعا ردوا على هذه الأدلة فقالوا إن قول العز وجل كل شيء هالك إلا وجهه لا تدل على فناء الجنة والنار لا تدل على فناء الجنة والنار فالكل هالك بالفعل قبل ذلك ثم أحيى الله الخلق ثم أحيى الله الخلق بعد النفخة الثانية من الصور فبالتالي كل شيء هلك وأحياه الله وأعاده هذه واحدة الثانية كل شيء هالك يفهم منها أن كل شيء قابل للهلاك يعني وجوده ليس ذاتيا بقاءه ليس ذاتيا بل يستمد ذلك من غيره هذا معنى هالك أو نقول إن الجنة والنار مما يستثنى من هذا الهلاك مما يستثنى من هذا الهلاك فاستثنينا ذلك بالنصوص الدالة على بقاء الجنة والنار طيب آية المشيئة خالدين فيها إلا ما شاء ربك تعليق الأمر على المشيئة لا يعني عدم الخلود أو لا يعني الفناء بل يعني عند أهل السنة أنه لا يجب على الله شيء أنه لا يجب على الله شيء بل هذا محض فضل من الله عز وجل لا استحقاق لك في الخلود وإنما خلودك في الجنة فضل طيب إذن التعليق على المشيئة معناه إنه محض كرم أو محض تكرم من الله سبحانه وتعالى أما تعذب أهل النار والخرود فيها فهذا حكم الله وعدل الله سبحانه وتعالى لأنه لما تأبد اعتقادهم تأبد عذابهم هذه خطبالة من الشبهات المشهورة جدا التي تقال إنه يعني إزاي الإنسان يعص الله مثلا ستين سنة ثم يخلد في النار لماذا لا يعذب ستين سنة فقط مثلا العبرة هنا بالاعتقاد هذا الكافر اعتقد هذا الكافر اعتقد أن الله غير موجود أو أن محمدا غير رسول واعتقاده هذا كان على جهة التأبيد اعتقاده كان على جهة التأبيد في الدنيا فلذلك استحق أن يكون عقابه موافقا لاعتقاده فجاء العقاب ماذا؟ موافقا لاعتقاد إذن يقول الشيخ والجنة والنار مخلوقتان اليوم عندنا خلافا للمعتزلة لقوله تعالى للجنة أعدت المتقين وللنار أعدت للكافرين ولا فناء لهما مع أهاليهما أبدا عندنا خلافا للجهمية لقوله تعالى في حق الفريقين خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا والآيات هذا كثيرة ثم يقول وكذا ما أخبر الله تعالى به من نعيم أهل الجنة من الحور والقصور والأثمار يعني أيضا مش مغرد أن ربنا أخبرنا بوجود جنة ونار هكذا على الإجمال لا ده في تفاصيل القرآن والسنة يذكر تفاصيل وكذا ما أخبر الله تعالى به من نعيم أهل الجنة من الحور والقصور والأثمار والأنهار والأشجار والأطعمة والأشربة ومن عذاب أهل النار من الزقوم والحميم والأغلال والسلاسل والأنكار حق ثابت حفظناها بأهل حق ثابت لأمرين لأمرين الإمكان العقلي والثبوت الخبري وكل هذه الأشياء التي ذكرناها كل هذه التفاصيل التي ذكرناها وردت بها الأحاديث والآيات القرآنية طيب حق ثابت خلافا لما يقوله الباطنية والفلاسفة ماذا قال الباطنية والفلاسفة أول ظواهر هذه النصوص قالوا إن نعيم معنوي مسألة الأشجار والأنهار والأطعمة وهذه الأمور يعني هي مخاطبة للعوام لأن العوام لا يفهمون لا يفهمون إلا الحسيات وبالتالي الله سبحانه وتعالى خاطبهم بما يفهمون أما النعيم الحقيقي في الجنة والنار فليس نعيما ماديا بل هو نعيم بل هو نعيم معنوي نحن نقول ماذا في هذه المسألة نقول أولا لا يجوز حمل النصوص على غير ظواهرها لا يجوز حمل النصوص على غير ظواهرها انظروا قاعدة حمل النصوص على ظواهرها فارقة في كثير من الأمور كيف لذلك أنت إذا لم تعتبر هذه القاعدة تهدم الشريعة إذا لم تعتبر هذه القاعدة تنهدم الشريعة واخد بالك معي كل مداخل كل مداخل الأهل الضلال في هذا العصر في هذا العصر تأتي من ماذا تأتي من هدم ظواهر النصوص تأتي من إسقاط اللغة العربية في التخاطب تأتي من إسقاط لسان العرب في فهم القرآن والسنة كلها تدخل من هذا الباب لذلك علماء نقرر في هذا قواعد متينة مهمة ينبغي على طالب العلم أنه يحفظها كاسمه يحفظها كاسمه كقول الشاطبي رحمه الله ولا يجوز أن يفسر القرآن باصطلاح حادث يعني كل كلمة تقرأها في القرآن لا بد أن تفهمها كما كان يفهمها العربي الذي نزلت في وقته كيف فهم أبو بكر هذه الكلمة كيف فهم عمر هذه الكلمة ولا تفسر باصطلاح حادث فإذا قرأت مثلا إذا قرأت مثلا قوله تعالى وجاءت سيارة السيارة الآن صار مدلولها يختلف عن المعنى القديم فإياك أن تفهم منها المعنى الحادث هذا لا يجوز هذه قاعدة مهمة لا بد أن تستحضرها دائما وهذا مثال واضح من القواعد المهمة أيضا التي قررها العلماء قاعدة أن الاستعمال من صفة المتكلم والحمل من صفة السامع والوضع قبلهما يعني أنا عندما أستخدم الألفاظ أنا عندما أتكلم معكم الآن أنا ما الذي أفعله الذي أفعله أنني أستعمل ما هو موجود من ألفاظ لها معاني محددة في لسان العرب فالاستعمال من صفة المتكلم استعمال ماذا؟ استعمال الألفاظ التي لها دلالات معينة والحمل من صفة السامع السامع حتى يفهمني أيضا يحمل هذه الألفاظ على تلك المعاني التي تواضعنا عليها والوضع قبلهما يعني هناك ألفاظ وضعت بإزاء معاني المتكلم يستعملها والسامع يحمل ويفهم ما يقوله المتكلم بناء على هذا الوضع الآن إذا أسقطت هذا إذا أسقطت هذا ما الذي يحصل؟ يسقط التخاطب تسقط اللغة إذا قلت لك صباح الخير تقول لي لا أنا لسا جايب الوقت إذا قلت لك كيف حالك؟ تقول لي والله أصلا نجعان يبقى كل واحد يتكلم في اتجاه ليه؟ سقطت الدلالات سقطت الدلالات وسقطت التخاطب وسقطت اللغة وهذا الضلال المبين تجدونه أوضح ما يكون عند كتاب الروايات الذين يقولون بنظرية موت المؤلف نظرية موت المؤلف هي أنه أنت إذا كتبت كتابا أو رواية فخلاص انقطعت صلاتك بهذه الرواية بمجرد الانتهاء منها ثم بعد ذلك كل إنسان يقرأ هذه الرواية أو هذه القصة يمكنه أن يفهمها كما يشاء فهناك تعدد للقراءات هناك تعدد للقراءات وهذه القراءات لا نهائية بعدد القراء لذلك تجدونهم يريدون تطبيق هذا الأسلوب الأدبي على القرآن فيقولون بالقراءة المعاصرة للقرآن ويقولون بإسقاط اللغة ويقولون بإسقاط فهم العلماء لماذا؟ لأن كل إنسان من حقه أن يفهم القرآن كما يشاء وفق بيئته وفق ظروفه وفق مستواه الثقافي لا بأس بهذا فيكون عندنا النتيجة فيكون عندنا إسلامات بعدد المسلمين كل واحد عنده إسلام وقد بدأ هذا المشروع الخبيث على يد ثلة من المنتسبين للدراسات الإسلامية مع الأسف الذين من أشهرهم محمد أركون ومحمد شحرور وغيرهم من الأسماء التي ربما بعضكم يعرفها وهناك مشروع خبيث أيضا يتعلق بهذا يشرف عليه دكتور تونسي اسمه عبد المجيد الشرفي عندهم مؤسسة في فرنسا تصدر كتبا بعنوان الإسلام مواحدا ومتعددا في كل كتاب يعني يكون مثلا يصف الإسلام بصفة معينة يقول مثلا إسلام الفقهاء إسلام المتكلمين إسلام الفلاسفة الإسلام الأفريقي مثلا الإسلام الآسيوي وهكذا إسلام الحنابلة وهكذا بحيث يكون عندك إسلامات إسلامات متنوعة متعددة فبعد ذلك يظهر لي من يقول إذا أردتم أن نطبق الإسلام فأي إسلام من هذه الإسلامات كله متولد من هذا الضلال المبين الذي اسمه إسقاط اللغة ثم إسقاط الفهوم المعتبره بناء على هذه اللغة كله يرجع إلى هذا الجذر هذا الجذر الواحد وهو إسقاط اللغة لغة القرآن إسقاط اللغة العربية في فهم القرآن ثم إسقاط من يرجع إليهم في فهم القرآن وهم العلماء العالمون باللغة العربية لذلك ستجدون الهجوم وهو شقر لها فروع يا أخوانا لذلك ستجدون الهجوم على العلماء والتحقير من العلماء والاستهزاء بالعلماء ثم الإعلاء ممن يسمون أنفسهم المثقفين ثم الإعلاء ممن يسمون أنفسهم المجددين كل لماذا؟ فدمة لهذا المشروع الخبيث فإذا الباطنية تعود في شكل جديد الباطنية لم تختفي وإحنا حفظنا حضرتكم الناس اللي حضروا لنا كتير يعني حفظوا منا هذه العبارة أن الأفكار لا تموت بموت أصحابها الأفكار ما بتموتش وإنما تعود في ثوب جديد تعود في ثوب جديد تتشكل ما هو يعني الشيطان أخذ على نفسه عهدا أن يضل بني آدم فمن إضلاله أن تتشكل الأفكار أفكار الضلال في كل عصر بشكل جديد يناسب أهل العصر فحضرتك الآن عندما تدرس معنا علم الكلام يعني خليك ذكي كن ذكيا يعني لا تربط نفسك باسم الباطنية وباسم المعتزلة وباسم الفلاسفة لا مش لازم يعني يظهر ويقولك أنا الباطني فحضرتك تبدأ ترد عليه لا طبعا محدش كده خالص مش لازم علشان علشان تعرف أن هذا خمر يقولك في المحل هذا خمر فتقول أيوة هو ده الحرام لا ممكن يبقى اسمها ويسكي ممكن يبقى اسمها أي مشروبات روحية أي حاجة فأنت يطالب علم الكلام ماذا تفعل؟ عليك أن تفهم ما يقوله العلماء جيدا ثم تستوعب هذا الكلام جيدا وعلامة استيعابك لهذا الكلام جيدا حكتين الأمر الأول أن تستطيع التعبير عنه بعبارتك أنت ليس بعبارات الكتب بأسلوبك أنت هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني أنك تستطيع شرح أعقد المسائل لمن لا يعرف عنها شيئا للطفل الصغير إذا فعلت هذين الأمرين فإنت الحمد لله الآن نستطيع أن نقول أنك فهمت هذا الأمر إذن متى نقول أن الطالب قد فهم مسألة أولا إذا استطاع أن يعبر عنها بأسلوبه هو الأمر الثاني أنه يستطيع أن يشرح هذه المسألة لمن لا يعلم عنها شيئا بأسلوب مناسب دولة تعقيد بعض الناس يعني بيكتسب مكانته من التعقيد أنه كلما عقدت واستخدمت مفردات وألفاظ فانت كده الشخص العميق المهم لا بالعكس دعي التعقيد نوع من العي نوع من عدم الإبانة التعقيد معناه أن الفكرة غير واضحة عندك أنت أصلا فمن لا يستطيع الإبانة جيدا عن أفكاره فاعلم أن الأفكار غير واضحة في ذهنه هو فإذن دارس علم الكلام ماذا يفعل؟ يدرس هذه الأمور يتقنها يتقن فهمها ثم بعد ذلك يجعل من رأسه كالرادار الذي يلتقط الأفكار ويعلم ويقول نعم هذا شبيه بما قاله الباطنية قديما ماذا قال الباطنية؟ أسقطوا اللغة واعتبروا أن المعاني الباطنة التي لا يعلمها إلا هم هي المعاني الحقيقية إذن تقول نعم ما يقوله شحرور وما يقوله بعرور وغيره هؤلاء جميعا يعيدون الباطنية لكن في ثوب جديد فيقول خلافا لما يقوله الباطنية طيب الباطنية أيضا أهل السنة بيتهموا من قبل الإخوة الوهابية وغيرهم أنهم يفعلون كالباطنية وينكرون على الباطنية وإحنا قلنا لحضراتكم قبل ذلك إن هناك فرق بين تأويلات أهل السنة وتأويلات الباطنية أهل السنة لا يؤولون إلا إذا استحال الظاهر ثم لا يؤولون إلا إذا وجد الدليل على استحالة الظاهر ثم لا يؤولون إلا وفق لسان العرب وهذه الثلاثة لا يفعلها الباطنية الباطنية يؤولون سواء استحال الظاهر أو لم يستحل الظاهر ثم يؤولون على غير وفق لسان العرب على غير وفق لسان العرب في كثير من الأحيان لذلك الباطنية في الحقيقة زنادقة ليسوا مسلمين ليسوا مسلمين في الحقيقة ومن أفراخ الباطنية المعاصرين من يسمون بالشيعة الإسماعيلية هؤلاء باطنية جماعة اللي بيصلوا في الأزهر وغير وشوفوهم هناك بيصلوا حوالين تلقيهم حوالين الأزهر وحوالين مسجد سيدنا الحسين إسماعيلية هؤلاء من الباطنية وعندهم كتبهم وعندهم كذا الله أعلم تفكرهم يتعدل عن ما قبل ذلك أو ما زالوا كما هم الله أعلم بأحوالهم لكن الإسماعيلية باطنية وتأويلاتهم من القرآن والسنة تأويلات باطنية نعم فإذا قال خلافا لما يقوله الباطنية ماذا يقول الباطنية والفلاسفة؟ قالوا إن نعيم أهل الجنة والنار إن نعيم أهل الجنة معذرة وإن عذاب أهل النار أيضا نعيم معنوي وليس حسي إذن ماذا يقول أهل السنة؟ نرجع للسؤال الذي بدأنا منه الكلام ماذا يقول أهل السنة؟ أهل السنة يقولون أولا كما قلت بثبوت هذه الأشياء على ما هي عليه لأننا لا نؤول حقائق وظواهر النصوص إلا إذا استحال الظاهر هذا أولا ثانيا ثانيا يقول أهل السنة أيضا إن النعيم الذي وعد الله سبحانه وتعالى به وإن العذاب الذي توعد الله سبحانه وتعالى به حسي ومعنوي إن أنت من الخطأ إنك تقول النعيم فقط حسي لا هذا غير صحيح هذا غير صحيح فمن النعيم المعنوي رؤية الله سبحانه وتعالى من النعيم المعنوي مصاحبة الأنبياء والصارحين والأنس بهم من النعيم المعنوي التسبيح لذلك ورد في الحديث أن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس نعم الكثير من نصوص القرآن والسنة فيها النعيم الحسي لأن غالب الخلق كذلك يعني هذه حقيقة غالب الخلق مسجونون داخل الحواس طيب هذه خلقة الله في غالب الناس خاطبهم الله بما يعقلون ولا إشكال في هذا خاصة مع قول الله عز وجل وأتوا به متشابهة يعني هي اسمها شجرة لكن هي ممكن تبقى حاجة تانية خالص أو يعني شكلها منظرها جملها حاجة تانية مختلفة هي اسمها فاكهة لكن هي يعني أمر آخر في طعمه في لونه في رائحته في الأنس به في التمتع به إلى آخره فالنعيم هناك معنوي وحسي والعذاب أيضا معنوي وحسي وهل هناك عذاب أكثر من الحجبة عن الله سبحانه وتعالى حتى الدعاء إن تغير مسموح لك في النار والعياذ بالله حتى الدعاء يعني شوفوا يا أخوانا النعمة التي ألعم الله بها علينا الآن نعمة إنك تستطيع أن تكلم ربك طبعا دي نعمة إحنا ما نعرفش قيمتها زي نعمة إنك بتقرأ القرآن دي نعمة نحن لا نعرف قيمتها لذلك ورد في بعض الآثار أن الملائكة لا تقرأ القرآن الملائكة لم يؤذن لها بقراءة كلام الله تعالى لذلك ماذا تفعل الملائكة؟ تسمع القرآن تحب مجالس الذكر لي حتى تسمع فنعمة إحنا مش حسين بها الآن نعمة الدعاء أهل النار يحجبهم الله سبحانه وتعالى عن حتى الدعاء قال اخسأوا فيها ولا تكلمون ولا تكلمون عذاب الحجاب عن الله سبحانه وتعالى عذاب فإذن هناك عذاب حسي ومعنوي وهناك نعيم حسي ومعنوي قال خلافاً لما يقوله الباطنية والفلاسفة ويؤول كل واحد منهما على خلاف ظاهره فإنه عدول عن ظواهر النصوص من غير ضرورة ولا ذليل وهو إلحاد محضن إلحاد إلحاد محضن لماذا؟ لأنه إسقاط لمخاطبات الله عز وجل يعني أنت لما تؤول النصوص وتؤول الكلمات بغير دليل وتعطي لها دلالات غير موجودة في لسان العرب أو دلالات بعيدة هذا معناه أن الله حين تكلم بهذه الكلمات كان عابثاً كان عابثاً القرآن كما وصفه الله نزل بلسان عربي مبين يعني كيف تفهمه؟ تفهمه وفق الدلالات العربية الكلمة دي الفظ دي لما توضع بجوار بعضها لها معنى محدد يفهمه العربي الأصير لما تقول جابل ما الذي يحصل في ذهنك؟ معنى محدد لما تقول جامل ما الذي يحصل في ذهنك؟ يحصل معنى محدد نعم إلحاد محدد لأن فيه اتهام لله سبحانه وتعالى وإنكار حقيقي للشرائع يعني هم كأنهم لم يجرؤوا على إنكار الشرائع فأولوها وكذا رؤية الله تعالى للمؤمنين طبعاً الفلاسفة كما تعلمون هذه مسألة من المسألة التي كفر بها حجة الإسلام الفلاسفة وكذا رؤية الله تعالى طبعاً مع إن الشيخ ذكر مسألة الرؤية قبل ذلك وتحدثنا عنها قبل ذلك بالتفصيل لكن ختام الكتاب بهذه الفقرة في إشارتين في غاية الزكاء الإشارة الأولى لما قلناه قبل ذلك وهو إن هناك نعيم معنوي فكأنه يرد على الفلاسفة والباطنية أهل السنة يسمتون النعيم المعنوي الذي أعلاه رؤية الله سبحانه وتعالى هذه هي الإشارة الأولى الإشارة الثانية إن أعلى النعيم هو رؤية الله تعالى وختام الكتاب ختام الكتاب حين يختم بأعلى النعيم فكأنه يبشرنا إن شاء الله أهل الإسلام إن التزمنا هذه العقيدة بأننا سنكون من أهل هذه الكرامة إن شاء الله تعالى قال وكذا رؤية الله تعالى للمؤمنين يوم القيامة بالأبصار حق ثابت على ما قررنا قبل ذلك أكرمنا الله تعالى بها في العقبة مع النعيم المقيم وأعاذنا من عذاب الجحيم وثبتنا في الدنيا على الصراط المستقيم إنه جواد كريم بر رحيم والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مبروك يا مشايخ أنهينا الكتاب هذا يعني فضل عظيم من الله إن إحنا يعني نثبت ويعني على هذا الأمر الحمد لله هذا توفيق وهذه نعمة إن إحنا ننتهي من هذا الكتاب بقي الآن على حضراتكم المذاكرة علشان الامتحان ثم بعد الامتحان إن شاء الله تأخذون الإجازات لأنه يترتب على حضراتكم واجب بعد ذلك إنكم تقوموا بالتبليغ وتعليم الناس ما تعلمتم هذا واجب في هذا العصر الذي انتشر فيه الجهل بين المسلمين هذا واجب على حضراتكم إنكم تقوموا بأداء هذه الأمانة كما علمتم وإلا في العلم يكون حجة عليكم أسأل الله لي ولكم التوفيق هذا أمر الأمر الثاني السؤال المرة اللي فاتت بتاع الشيخ أسرار أنا فهمت منك يا شيخ أسرار في المرة السابقة إن هناك علاقة مباشرة بين المسألة البعث والقول بال إنكار البعث والقول بالهيولة وظننت إنه يعني إن تقرأت فيها شيء أو حاجة لكن الكلام اللي حضرتك بعدته مثهوم لأنه يا سيدنا الكريم أهل السنة والجماعة يقولون بأن هذا العالم متكون من جواهر وأعراض وهذه الجواهر عبارة عن جزيئات صغيرة أجزاء إذا اجتمعت كونت الجسم كونت ماذا؟ الجسم طيب ماذا قال الفلاسفة؟ الفلاسفة قالوا لا هذا العالم متكون من الهيولة والصورة الهيولة يعني المادة الهيولة يعني المادة وهذه المادة قديمة وهذه المادة قديمة فلما كانت مادة العالم مع صورته قديمة إذن لا بعث لا حاجة إلى البعث إذن لا حاجة إلى البعث لأنه لا إله فالعالم قائم فالعالم قائم بنفسه فإذن قولهم بقدم العالم يعني بقدم الهيولة والصورة أدى بهم إلى القول بإنكار الله أدى بهم إلى القول بإنكار النبوة أدى بهم إلى القول بإنكار البعث فإذن هي سلسلة من الإنكارات مترتبة على قولهم بقدم العالم ما هو العالم عندهم؟ الهيولة والصورة فلما قال المتكلمون من المسلمين بخلاف ذلك وقالوا لا العالم لا يتكون من الهيول والسورة بل يتكون من الجواهر والأعراض أغلقوا على أنفسهم الباب باب هذه الانكارات جميعا أغلقوا على أنفسهم باب هذه الانكارات جميعا والله أعلم هذا ما أفهمه في هذه المسألة واضح مولانا الكريم واضح شكرا جزيلا جزاكم الله خير كرامكم الله طيب هل في حد من حرككم عايز يقول شيء ماذا قال أهل السنة عن ما دمت سمت الأرض نعم أنا أجابت يا شيخ عمر وقلت إنه التعليق على المشيئة هنا فقط لنفي الإيجاب على الله عز وجل فقط لنفي الإيجاب على الله لا يجب على الله شيء فالأمر معلق بالمشيئة بمعنى أنه لا يجب على الله شيء واضح مولانا واضح مولانا أنا كنت أقصد من السؤال مش المشيئة عشان أنا ذاكر زمان كنت أحد سألني في الموضوع هذا فتذكرت في محرك ذكرت الآية ما دمت سمواتي والأرض فهو كان يقول لي لو لو السمات والسماواتي والأرض ستفنيان فإزاي فقال لي هنا ما دمت السمواتي والأرض فافتكرت من السؤال الأرض موجودة والسماء موجودة مولانا لكن الأرض ستبدل يعني في الجنة والنار هل سنكون بلا أرض ولا سماء نعم الأرض موجودة لكن يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء والسماء تبدل أيضا إذن ما زالت الأرض موجودة والسماء موجودة لكن مبدلة نعم نفو مولانا طيب الله فيكم جزاكم الله خيرا ونفع بكم دائما الله يبارك فيكم شيخ محمد السمان ماذا تريد؟ تريد أن تشكرني مولانا أدعو لي إن ربنا يأخذ بأيدينا جميعا ووفقنا جميعا وإن شاء الله ربما يفتح الله سبحانه وتعالى ونستمر يعني نشوف كتاب آخر إذا يعني ربنا فتحه وأنشرح الصدر لهذا وعسنا الله إليكم نلقاكم على خير إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته